سلامت الله وبركاته ازاي حضراتكم عاملين ايه ربي دايما تكونوا بخير ومعينا فيديو جديد وخبر جديد بس قبل ما نبدأ خبرنا يا ريت ما ينساش نعمل اللايك نشترك في القناة قبل دا كلن صلى سيدنا محمد اللهم صلى سيدنا محمد خبرنا النهاردة بيتكلم عن الحكومة كريم بن زيمة ويلحظت استلامه الكرة الزهبية وفرحة اخوه جدا ويعني مليانة بالدموع ووالده وزوجته وظهورها يعني لاول مرة وهي ما بتظهرش كتير ابدا يعني ربنا يوفقه جدا وقال انه دا كان حلمه من منذ الصغر وده حلم كل واحد بيلعب كرة انه هو يحصل على الكرة الزهبية ولكن يعني هو شخصية متوضعة جدا هو طبعا فرنسي من اصول جزائرية وكمان اللي سلمه الجايزة كمان اصول جزائرية فاهل الجزائر كلهم فرحانين جدا جدا ويعني بيه زغراته فعلا بروك لصلاح ومصر كلها فرحانة بيه جدا 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 لحصوله على المركز الخامس في الكرة الزهبية وكمان الرياض محرز حصل على المركز رقم 12 في الكرة الزهبية الف مبروك لهم جميعا يا رب وان شاء الله يكونوا في الزيادة والاستمرار من التفوق والنجاح والتقلق باذن الله تعالى وكمان ربنا يوفقنا جميعا يا رب العالمين ومصر والجزائر النهاردة عندهم عيد هما الاتنين مصر فرحانة جدا جدا بمحمد صلاح وكمان الجزائر فرحانة جدا جدا بكريم بن زيمة ورياض محرز وعايز اقول حضراتكم كمان ان في ناس في مصر في كتير فرحانين كمان لكريم بن زيمة جدا لان هو لي شعبية موجودة في مصر ربنا يوفقهم جميعا ويصلح حالهم ان شاء الله يعني كمان ناس يعني كريم بن زيمة صلاح ناس يعني ما شاء الله رياض محرز كلهم ناس كويسين جدا 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 ربنا يوفقهم من الصالحين يا رب ان شاء الله باذن الله تعالى ويكرمنا في اولادنا جميعا يا رب العالمين ولحظة جميلة جدا جدا وصادقة في يعني شكله ان هو بعد ما وصل لحلمه حفوا وصل لحلمه منذ الطفولة تخيل حضرتك او حضرتك بتحلمي من حاجة من وانت صغيرة وحققتيها انجاز رهيب رهيب وكمان قدام العالم كله ربنا يوفقهم الف مبروك لي شوف حضرتكم على الف خير في بيديو جديد وخبر جديد واسلام عليكم ورحمة الله